جني فطري الكمأة لقمة مغمسة بالدماء يسعى خلفها الكثير من الاهالي الكنز المدفون بات مصدرا للموت في ارض تحويل الغامة في باطنها وعلى سطعها تتنازع ميليشيات وتنظيماتهم السيطرة حوادث مقتل العاملين بجني الكمأة تتكرر كل عام اخرها ما حصل في بادية الرصفة جنوبية الرقة حيث قتل 14 مدنيا على الاقل واصيب ثمانية اخرون نتيجة انفجار لغم ارضي بسيارة شحن كانت تقلهم اثناء بحثهم عن الكمأة بحسب شبكة الخابور المحلية الحادثة السابقة لم تكن الاولى خلال الاسبوع الفائد تقول وسائل اعلام موالية ان خمسة اشخاص قتلوا بحادثة مشابهة برفي السلامية شرقية حما قتل الكمأة ليس من المدنيين فحسب حيث قتل خمسة اشخاص بينهم عناصر يتبعون لسلطة الاسد بهجوم مسلحين استهدفهم بالرصاص المباشر اثناء قيامهم بجمع الكمأة في بادية حمص وبينما ترجح وسائل اعلام محلية ووقوف تنظيم الدولة خلف الهجوم يبقى مطلق الرصاص مجهولي الهوية في ظل كثرة الهوية هناك 31 قتلا خلال عشرة ايام مضت قضوا اثناء البحث عن الكمأة نتيجة انفجار مخلفات حرب سابقة زرعها تنظيم الدولة في مناطق سيطرته سابقا بحسب ما نقل موقع الحرة عن مصادر حقوقية يخضع جمع الكمأة كما باقي مصادر الرزق السوريين لتقاسم الميليشيات والقوى المسيطرة في مناطق سلطة الاسد قيادة الفرقة الرابعة في ديرزور اصدرت تعميما يقضي منع اي شخص من الاتجاه الى البادية لجمع الكمأة محذرة من تعرضهم لانفجار الالغام وهنا تقول شبكة نهر ميديا ان قرار المنع يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي تحول مخلفات تنظيم الدولة وسلطة الاسد ارضى السوريين من مصدر لحياتهم الى مصدر جديد لموتهم فالكمأة التي تتميز بها بادية سوريا باتت اليوم قنابل موقوطة وباتت الارض حقلا للالغام الغام وحدهم السوريون من يدفعنا ضرار وجودها